بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي سدري ويستر لي أمري وأحلى العقدة من لساني أفقه قولي أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر في حلقة جديدة من حلقات دروس في الفيزياء الحلقة التي سوف نتناول فيها دائرة الرنين وسوف نتعرف على ما هي دائرة الرنين لأن دائرة الرنين تعتبر تكملة لما درسنا في الحلقة السابقة قبل أن ننتقل للفاصل أعزائي الطلاب أتمنى منكم إحضار أدواتكم المدرسية وتدوين كل ما يظهر أمامكم على الشاشة لكي نستفيد من هذه الحلقة انتظروني بعد هذا الفاصل الغصير أهلاً بكم من جديدة عزائي الطلاب كما قلنا قبل الفاصل أننا سوف نتناول درس دائرة الرنين عزائي الطلاب درسنا في الحلقة السابقة دوائر التيار المتردد التي كانت تحتوي على مقامة أومية صرفة أو كانت تحتوي على ملف حثي ناقي أو مكثف وعرفنا أن في دائرة التيار المتردد التي كانت تحتوي على مقامة أومية صرفة كان فرق الجهد وشدة التيار متفقان في الطور أي أن كانت الزاوية الطور بينهما تساوي صفر درجة أو زيرو راديان وعرفنا بعد ذلك دائرة التيار المتردد التي كانت تحتوي على الملف الحثي النقي وعرفنا أن فرق الجهد كان يسبق شدة التيار بربع دورة أي أن كانت زاوية الطور بينهما تساوي تسعين درجة أو باي على ثنين راديان وبعد ذلك درسنا الدائرة الثالثة التي كانت تحتوي على المكثف وعرفنا أن فرق الجهد كان يتأخر عن شدة التيار بربع دورة أي أن شدة التيار كان يسبق فرق الجهد بتسعين درجة أو باي على ثنين راديان أما الآن عزيزي الطلاب سوف نتعرف على دائرة الرنين دائرة الرنين عزيزي الطلاب هي الدائرة التي تحتوي على مقاومة أومية وملف حثي نقي ومكثف جميعها متصلة على التوالي كما نشاهد على الشاشة دائرة الرنين ورسم دائرة الرنين نلاحظ أن المكثف سي والمقاومة آر والملف الحثي النقي جميعها متصلة على التوالي تطبيق قانون أوم على دائرة التيار متردد تحتوي على مقاومة أومية وملف حثي نقي ومكثف متصلة معا على التوالي سوف نلاحظ أن الجهد الكلي للدائرة هو جمع الجهود المختلفة جمعا اتجاهيا وليس عدديا فنلاحظ عزيزي الطلاب كما يظهر أمانكم على الشاشة صورتين فيها المتجهات الجهد الـ VR متجه ناحية اليمين أما الجهد الناتج عن الملف الحثي النقي متجه لأعلى أما الجهد الناتج عن المكثف متجه لأسفل فعملية جمع هذا المتجهين ينتج لدي في الصورة على إيصار الشاشة أن الـ VL سوف أطرحها من VC لأنهما عكس الاتجاه أو بتطبيق قانون فيتا غورث نجد أن الفيتوتل سوف تكون تقسم هذه الزاوية إلى نصفين فتكون الفيتوتل عبارة عن VR تربيع زاد VL ناقص في سي تربيع تحت الجذر فعرفنا أن المقاومة الكلية للدائرة هي مقاومة المكثف وكذلك الممانع الحثية التي يبديها الملف وكذلك المقاومة المكافئة للمقاومة الصرفة فبالتالي تكون Z تساوي VR تربيع زاد XL ناقص XC بين قوسين تربيع كل هذه تحت الجذر